لما جاء كعب الأحبار لعنه الله واتخذه عمر مستشارا دينيا له وأفسح له المجال لكي يفتي المسلمين ويفسر كتاب الله عز وجل برأيه وهواه طبقا لآثاره اليهودية وعليكم السلام ورحمة الله وثقافته اليهودية وإسرائيلياته كل ذلك ولد الكارثة الكبرى حقق مقاصد اليهود في دس ما يريدون في عقيدتنا وشريعتنا وأحكامنا وتراثنا الدين كشاهد على ذلك ارجعوا أنتم إلى كنز العمال للمجلد الثاني عشر الصفحة خمس مائة وستين فثمت رواية عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب حدثني يا كعب عن جنات عدن ما معنى يتوجه عمر لكعب الأحبار ويسأله عن معاني ما ورد في كتاب الله المجيد يقول لها حدثني هاي جنات عدن صفها لي ماذا ما هي جنات عدن قال نعم يا أمير المؤمنين قصور في الجنة لا يسكنها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل ومن يومئ إليه هو أنه أنت الحكم العدل يعني أنت حاكم عادل سين عمر تلقى هذه المعلومة من كعب الأحبار واعتمد هذا التفسير فقام خطيبا بعد ذلك يفسر معنى قوله تعالى جنات عدن ففسرها بنحو ما تلقى من كعب الأحبار في تفسير السيوطي في المجلد الرابع الصفحة 57 يقول وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير اللي هو طبري وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال قرأ عمر رضي الله عنه على المنبر لا عنه الله جنات عدن قرأها فقال أيها الناس هل تدرون ما جنات عدن قصر في الجنة له عشرة آلاف باب على كل باب خمسة وعشرون ألفا من الحور العين لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد التفسير الذي تلقاه من كعب الأحبار اعتمده وذكره للناس ما تلقى هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذن تفسير جنات عدن هنا على حق هذه الرواية تفسير يهودي أخذه عمر من أستاذه كعب الأحبار اليهودي قام خطيبا فروجه البهائم كتبوه عنه وقالوا رضي الله عنه دخل ذلك في التفسير دخل في التراث الديني آمن به المسلمون ظنوا أنهم على دين محمد وإذا بهم على دين كعب الأحبار اليهودي من القناة الواصلة؟ عمر هو الذي أوصل ما يعتقد به اليهود إلينا فدسوا في عقيدتنا الإسرائيليات